السلام عليكم ان شاء الله اليوم نحضر وصفة كثير طيبة ولذيذة نحضر سندويش وصفة كثير سهلة وسريعة بدون عجل خلال نصف عام بتكون جاهزة ولا أطيب هلأ ان شاء الله مروح اطري التحضير منبلش بسم الله انا هون محمية المقلاية طبعا لازم تكون عنا حامية المقلاية نحط عليها معلقتين ثلاثة زيت نحط عليها صدر جاج مقطع رفيع او تطعمه كعبات تقريبا 500 جرام لازم تكون عنا المقلاية حامية طبعا هذه الجاج لا نغطي أبدا يعني نحط عليها تحمص تحميص نحط عليها المقلاية تقريبا نشف تضل شوية ماي هلا بحط الملح بحط معلقة أصغيرة ملح بحط البهارات عندي هون معلقة أصغيرة فلفل أبيض او متوفر فلفل أسود كمان بصير وبهارات مشكلة ومعلقة أصغيرة بابريكا عندي هون معلقة أوريغانو وهي طبعا مكون من عندي هون حاطة زنجبيل عندي هون شي معلقة أصغيرة شايفين؟ طبعا أنا هدا الزنجبيل حاطته بالفريزة أنا عاملكه بفيديو ثابت طريقة تخزينه جد أنا بأي أكلة فيها دجاج لازم أحط الزنجبيل أولا لفائلته ثانيا إذا في اي زنخة بالدجاج بيروحها دائما شايفين؟ بقليه هيك شوي أنا بس قليته في دائتين ثلاثة مع البهارات طبعا ودقته مستوي على الآخر فطالعه من المقلاية طبعا بنفس المقلاية برجحك معلقتين ثلاثة كمانة زيت أنا بقطع هيك بصلي كبيرة هيك مقطعتها جوانح بحط لي كرشة ملح مشان تتقلع معي بسرعة طبعا أنا بس هيك دبلت دائتين ثلاثة أنا هون فارمي هيك شي ثلاثة سنان ثوم عندي هون فليفل ملونة طبعا ممكن إذا ما في ممكن لون واحد كمان بيصير عندي هون علبة صغيرة درة طبعا هون خيارة ممكن تحطوا حتى فطر أي شيء عندي هون علقتين ثلاثة كتشف عندي هون زيتون أسود ممكن زيتون أخضر أخضر كمان بيصير عندي هون نفس البهارات اللي حتيته هون مع اللحنة بهارة مشكل بهارات السبعة فلفل أبيض و إيرويجيانو وهذا خياري كمان انا هون حاط طمع لأكبيرة ميونيز بيعطي هيك نكهة كثير صيبة ثلاثة ملح ثلاثة صغيرة شفتوا بالبداية حطينا بس شوي بقليهم كمان هيك شي دقيقتين ثلاثة أنا قليت هيك شي خمس دقائق حتى تحسوا بشوفوا أني ماتي مي أبدا طبعا دائما النار تكون على العالي هلا بارجع الجاج بقليهم كمان هيك شي دقيقتين ثلاثة ما بعض أنا قليتهم هيك شي خمس دقائق ما بعض طبعا انتوا بتدوقوا كمان هون إذا بدهم ملح أو بدهم بهار أو أي شي بتعدلوا هيك صار عندي تمام صارت جاهزة هلا إن شاء الله بنساوي الصمونات هلا إن شاء الله بنحضر الصمونات أنا عندي هذا الصمون حجمي كبير طبعا ممكن تستعمله أي صمون متوفر طبعا أنا حط طبسينية تحت وراء زبدي مشان أدخله الفرن هلا بدي أقسمه بالنص طبعا مو من العرض نقسمه من فوق بصير شكله أحلى طبعا طبعا إحنا ما بدنا ننزل على الأخير هاي الحشوة اللي جهزناها بحبي بقل بس نطويشة طبعا هيك منعطيين تكبيسة مشان نخلي مكان للجبنة هاي شايفين هيك تمام أنا بدي أستعمل هون جبنة المدزريلة ممكن طبعا أي جبنة بس هي طبعا أطيب المدزريلة اللي بتمط هيك صار عندي جاهز إذا بتحبو كمان نحط على وجهها كمان هيك شرائح فليفلي كمان بصير أحلى ونحط اللي زيتوم كمان هيك صار عندي جاهزين إذا بتحبو كمان نرشل هيك رشة أوريغانو على وجه كمان بيعطي ريحة وطعامة كتير طيبة طبعا أنا هلا بحمية الفرن على الشواية من فوق بس بحطها بالرفن النصاني ونشارع عليها بس من فوق بس مشان تدوب معنا الجبنة أنا هيك الصندويشات صار عندي جاهزين بس أنا حطيتهم بالفرن شلط 10 داية بس هيك شي تحمص هيك الأطراف ودابة الجبنة لازم أقسمكن واحدة بفرجيكم قلبها شايفين شون خبز مقرمش شايفين ما شاء الله شايفين ما شاء الله شوفوا الجبنة شوفوا الجبنة شوفوا الجبنة شوفوا الجبنة جدولة أطيب من هيك وصفة كتير كتير طيبة بتمنى انكم تجربوها كتير سريعة ما بدنا لا عجل ولا شي خلال نص ساعة بتكون جاهز الوصفة بتمنى يكون عجبتكم بتمنى طبعا إذا عجبتكم ما بتنسونا تحطونا لايك اشتركوا بقناة زمنكم مشتركين وهلا وسهلا بالجميع والسلام عليكم اشتركوا في القناة